طبعاً هنا كنت فسرت إزاي أحسب الردت الفاعل بالنسبة للسيب بورت دي وردت الفاعل بالنسبة للسيب بورت بي المرحلة اللي بعدها راح أسوي القطع واكتب الإكريبلوم كنديشن إيش معنى هذا؟ مثلاً لو أنا عملت القطع الأول هذا اتناولته هنا في الرسمة هذه زي ما تشوفوا هنا كل ما قطعت أجي أكتب V1 وM1 نسبة للقطع الأول واكتب الإكليبروم كنديشن مجموع الفورس باتجاه الواي بتساوي سفر مجموع المومنت حول النقطة رقم واحد هنا هذه هي النقطة رقم واحد بتساوي سفر مجموع الفورس باتجاه الواي عندي سالب عشرين لأنها نازلة تحت الفورس وسالب V1 أيضاً نازلة تحت لأن الواي البوزيتيف هو هذا الاتجاه وابحث على V1 بجدها سالب عشرين كيلو نيوتن الآن بالنسبة للمومنت حول النقطة رقم واحد هنا الديستنس يعني سفر فبالنسبة إلي عشرين ضارب سفر القوة في المسافة مع M1 لأنه أي دوران بيكون ضد عقار بالساعة يكون موجب بالنسبة إلي فأضع هنا إشارة موجبة وتحصر على M1 بتساوي سفر أمر الآن إلى القطع الثاني وسوي نفس الشي هنا V2 و M2 لكن هنا خلي بالك الدستنس رح تسبح عندي المسافة الجديدة اللي هي بتساوي ثنين ونص وهنا لو كتبت مجموع الفورسز باتجاه ال-Y بتساوي سفر و مجموع المومنت حول النقطة الثانية بتساوي سفر بهذه الطريقة أقدر أكتب مثلا بالنسبة للشير فورس minus V2 لأنها الناس لا تحت minus 20 بيساوي سفر يعني V2 بتساوي سالب 20 كيلو نيوتن يعني نفسها الموجودة هنا بعدين أكتب المومنت بالنسبة للمومنت هذه رح تعتيني M2 عكس حقار بالساعة يعني موجب M2 مع 20 ضارب 2.5 يعني القوة في المسافة القوة 20 ضارب المسافة بتساوي سفر يعني المومنت M2 بتساوي سالب 50 كيلو نيوتن في المتر بعدين أسوي نفس الشي هنا خلي بالك الفرق بين القطع الثاني والقطع الثالث أن القطع الثالث بيأتي بعد السيبورد فال 46 كيلو نيوتن ما ظهرتش في القطع الأول لكن رح تظهر هنا فبالتالي رح تأثر على الشير فورس وزي ما تشوفوا هنا رح نتحصل على V3 بتساوي 26 بنفس الطريقة فأجيب V4 وال V5 وال V6 وواصل القطع في كل مرة أقطع في مكان جديد قبل وبعد السيبورد قبل وبعد القوة المركزة وفي أول الكاميرا وآخر الكاميرا أطبق دائما نفس القاعدة هذه مجموعة الفورس باتجاه الواي بتساوي سفر ومجموعة المومنت حول النقطة اللي انت قطعت فيها بتساوي سفر زي ما تحصلت على الشير فورس في القطع الثاني تحصلت على أنه الشير فورس هنا بساوي سالب 20 أيضا ما فيش تغير لأنه أصلا هنا ما فيش أي قوة منتشرة وبالتالي لو عندي بس قوة زي ما تشوفي هنا قوة مركزة رح يكون الشير فورس هنا ثابت أمر للمومنت بالنسبة للمومنت النقطة الثانية M2 بتساوي سالب 50 كيلو نيوتون في المتر وهنا عندي Concentrated Load رح تعتيني مومنت خطي أمر للنقطة الثالثة اللي هي بتساوي 26 من خلال القطع الثالث والمومنت أيضا بساوي سالب 50 أمر للقطع الرابع اللي يعطيني هنا 26 بالنسبة للشير فورس وبيعطيني 28 بالنسبة للمومنت بعدين أربط بينهم بين النقطة الثالثة والنقطة الرابعة بالنسبة للمومنت والشير فورس أمر بعدها للقطع الخامس اللي تحصلنا فيه على سالب 14 وهنا المومنت موجب 28 وآخر قطع اللي هو القطع السادس تحصلنا فيه أيضا على سالب 14 وهنا المومنت رح يكون سفر وأربط من بعد ذلك النقاط بالخطوط التالية طبعا هنا ما عنديش في الشير فورس يعني linear line ليش؟ لأنه ما عنديش أي قوة منتشرة لكن هنا أيضا ما عنديش كيرف لأنه ما عنديش قوة منتشرة زي ما تشوفوا هنا كل القوة الموجودة هنا هي قوة مركزة الآن عايز ألفت انتباهكم إلى بعض الأشياء في الرسمة هنا وعلاقتها بالأحمال فمثلا لو أخذت سالب 20 هذه ونزلت بها هنا رح تكون نفسها سالب 20 وبالنسبة للمومنت ما عنديهاش تأثير لأنها القوة بتمر بنفس النقطة A هنا يعني المومنت سفر أمر للنقطة الثانية اللي هي 46 أسعد ب46 لو سعدت من هنا إلى هنا من سالب 20 إلى 26 هذه هي ال46 اللي هي ردة الفعل في النقطة B بعدين أجي في النقطة C وأنزل ب40 كيلو نيوتن هذه هي ال40 لو نزلت من 26 ب40 رح تحصر على سالب 14 بعدين نفس الشي هنا لو سعدت بسالب 14 رح أصل هنا للسفر وتكون هذه سالب 14 بالنسبة للشير فورس في آخر نقطة اللي هي نقطة C ففي علاقة بين هذه وهذه في علاقة هنا بين هذه وهذه وعلاقة هنا وأيضا علاقة هنا بالنسبة للمومنت أيضا لو أنا حسبت تأثير القوة 20 هذه على النقطة B رح أجد أنه المومنت بتساوي 20 ضارب الديستنس هذه اللي هي 22 ونص 22 ونص في 20 رح تعتيني سالب 50 طبعا لأنه هنا المومنت اللي رح يكون رح يكون مع عقارب الساع فبيكون سالب نفس الشي هنا في آخر نقطة من الكاميرا المومنت بيساوي سفر لأنها 14 ضارب سفر بتساوي سفر وفي أول نقطة اللي هي النقطة C لو مشيت من الجهة اليمنى بالنسبة لي هنا 14 ضارب 2 رح تساوي 28 لهنا وكون تحصلت على النقطة هذه فأرسم الجزء الأول والجزء الثاني طبعا من هنا لهنا ما عنديش أي قوة أخرى أو قوة منتشرة أو أي قوة مركزة أخرى من هنا لهنا فرح أصل مباشرة النقاط ما بين ال-B وال-C طبعا بعد شوية خبرة في التحليل تقدر تشتغل مباشرة بطريقة الرسمة هنا والعلاقة ما بين القوة وال-Shear Force والقوة وال-Bending Moment والطريقة هذه تعتبر طريقة سهلة لكن الأسلم أنك تسوي التحليل شكرا على الانتباه